لا يكونوا واردة حول هوية هؤلاء قد يكونوا روناك من حزب الله أو قد يكونوا حتى فلسطينيين من حركة حماس خصوصا وأما تلك المنطقة قريبة يتواجد فيها فلسطينيون ولبنانيون يتواجد فيها فلسطينيون من مختلف الفصائل الفلسطينية لذلك كل هذه الاحتمالات واردة لأن يكونوا أما من حزب الله أو من حركة حماس لذلك طبعا نحن منازلنا بانتظار معلومات حول هوية هؤلاء الذين استهدفتهم إسرائيل في هذه الغارة كانت هناك بحسب ما تأكدنا عن سقوط قتلين كانت حتى معلومات تحدثت عن سقوط قتلة ولكن يمكن التحديث أو التأكد من القتلين الذين سقطت جراء هذه الغارة كانت حتى أيضا منذ بعض الوقت نداءات للمواطنين بالمغادرة من محيط هذا المكان خصوصا وأنا طائرات الاستطلاع لتزال تحلق فوق المكان المستهدف وهو مكان طبعا يستهدف للمرة الأولى في تلك المنطقة هي طريق دولية عادة ما تكون مقتضى بالمواطنين روناكس نهد إذن أكدت حتى اللحظة هناك قتلان ماذا عن عدد الجرحة؟ ترجمة نانسي قنقر